لا تزال الحكومة الليبية تتفقد أحوال المواطنين في كامل المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها مكثفة من اجتماعاتها اليومية في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات متعددة حيث بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني أوضع هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مدينة بنغازي وضم الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء وعدد من المهتمين داخل القطاعات المختلفة حيث ناقش الاجتماع أوضاع الحيئة وتصحيح إجراءاتها وضرورة توفير قاعدة بيانات ومعلومات لهذه الفئة وخلص ذلك إلى تشكيل لجلة قانونية وإدارية ومالية وتحديد صقف زمني لها وتزويد مجلس الوزراء بنتائجها كما بحث رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني إلى تشكيل لجلة تتولى توفير احتياجات النازحين من مدينة ترهونة والمدن الغربية وذلك تنفيذا للقرار مجلس الوزراء رقم 71 في سنة 2020 وطالبت اللجنة من كافة النازحين التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات المقيمين بها لغرض التشجيل في المنظومة الإلكترونية المعدة لتقديم الخدمات والمساعدات للنازحين وخلص الاجتماع إلى التكفل بكافة أوضاع النازحين من المدن الغربية والعمل جاهدا على توفير كل ما يلزم لمساعدتهم وتوفير المناخ المناسب لهم لم تتوقف الحكومة عن هذا فحسب فقد عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني اجتماعا موسعا مع مجلس أماناء المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك لمناقشة ملف الاستثمار والممتلكات التابعة لها وضم الاجتماع وزير الاقتصاد ووكيل عام وزارة المالية والتخطيط بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعدد من المهتمين بقطاع الاستثمار وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في المتابعة القانونية وتنصيق الإجراءات مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية بما يعزز عمل المؤسسة محليا ودوليا فالعمل داخل الحكومة الليبية متواصلا على قدم وصاق من أجل توفير كل الإمكانيات المناسبة للمواطن وتوفير ما يلزم لهم للتأقلم مع ظروف الحياة المعيشية لقناة لي بالحدث الصلحين التجوري